ما يستضيف على منعب وامبلي حامل اللقب تشلسي الباحث عن محوي خيبة الخسارات المفاجئة في لقاء جولة الأولى تفاصيل أوفا في تقرير إبراهيم خضراء من لندن وصيف بطل النسخة الماضية من البريمير ليغ هو الفريق الوحيد الذي أنهى موسمه دون استقبال أي خسارة في ميدانه السابق ويت هارتلين يسعى الأرجنتيني بوكتشينو لمواصلة انطلاقته الناجحة مستثمرا مقاط الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام نيو كاسل والاستقرار الفني في تشكيلة تعدل أكثر ثباتا بين مختلف أندية البريمير ليغ هذا الموسم فوزان فقط في آخر عشر مباريات خضها سبيرز في ملعب وامبلي الجديد منذ عام 2007 حصيلة تمثل هاجسا حقيقيا للأنصار قبل الموعد الأول في ملعبهم البيتي المؤقت إنها واحدة من التحديات أن نجعل وامبلي ملعبنا وأرضنا الآن ليس لدينا الأعذار لأننا في السابق كنا نفكر بوايت هارتلين وحين انتقلنا للعب دوري الأبطال في وامبلي كانت حجة مثالية للجميع أما الآن فهي ليست حجة علينا أن نؤديها بشكل جيد على أرضنا وامبلي ونقدم أفضل ما لدينا تعثر البدايات رسم الكثير من علامات الحيرة على محيى أنصار البلوز بعد الخسارة المفاجئة في سانفورد بريج أمام بيرلي لم يخسر البلوز في أول مبارتين افتتاحيتين بالدوري منذ عام 1973 وسيسعى أنتونيو كونتي لتجنب تكرار ذلك بفوز سيعيده مجددا إلى واجهة المنافسة والترشيحات رغم خسائر الجولة الأولى المتمثلة بطرد كيهل وفابريغاس إلا أن عودة فيكتور موسيس من الإيقاف ستمثل إضافة نوعية لتشكيلة كونتي أعتقد أن الكلمات الوحيدة التي بإمكاني أن أوجهها لجماهيرنا هي هذه بالتأكيد نحن نعمل بجدية مع اللاعبين لمحاولة تحقيق موسم جيد وأنتم تعرفون أن هناك وضايات كثيرة لا يمكنك التحكم بها ويمبلي هو الملعب الثامن والخمسون الذي يحتضن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أبطاقة الاستيعابية التي تتخطى ضعف ما كانت عليه في وايت هارت لين القديم ستعكس أجواء خاصة في المباراة الأولى التي يحتضنها هذا الميدان على مستوى البريمير ليج أولى قمم الموسم الإنجليزي الجديد بين حامل لقب البريمير ليج ووصيفه في ملعب لم يخرج منه الطرفان في آخر زيارة رسمية بذاكرة الفوز براين خضرب بي إن سبورتز من أمام ملعب ويمبلي لندن الجولة الثانية تشهد لقاء